احتجاجات ام فوضى برسم الاجندات السياسية التخريبية سؤال تفرضه طبيعة التصعيد المعلن من جانب السلطة المحلية في محافظة حضرموت ضدا على الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدينة المكلة عاصمة المحافظة على خلفية التدهور الحاصل في الخدمات وفي المقدمات منها خدمة الكهرباء احدث التطورات تشير الى ان محافظة المحافظة اللواء فرج البحسن وجه بانزال قوة عسكرية وامنية كبيرة بشوارع مدريات ساحة الحضرموت عقب ايام من احتجاجات على تدهور خدمة الكهرباء متوعدا باجراءات صارمة لحفظ مصالح الناس وحمايتهم وبايقاف اعمال الشغب وحرق الاطارات وخلال الايام الماضية تنوب محتجون على قطع الطرقات والشوارع الرئيسية في عدد من مديريات ساحة الحضرموت للتنديد بتدهور خدمة الكهرباء والتي وصلت الانطفاءات فيها لاكثر من 12 ساعة المحافظ البحسن وضع في كلمة له احتجاجات كهذه في سياق ما رأها اجندة تخريبية مستندا الى معلومات استخبارية قال انها وضعت بين ادي اجتماع للقيادات العسكرية والامنية عقد برئاسته مؤخرا في المكلة وتفيد بوجود معلومات ومكالمات مسجلة رصدت لعناصر تدعو للتخريب المحافظ البحسن اوضح ان المعلومات الاستخبارية افاتت ايضا بان العناصر التخريبية تهدف الى زعزعة امن واستقرار المواطنين مشددا على عدم السماح بذلك وبانه لن يسلم حضر موت لعناصر وقوى معادية قد تسمح بعودة العناصر الارهابية من جديد مستغلة هذا الوضع وهي بذلك تعيق العمل الكبير الذي تم تحقيقه في المحافظة وفقا للبحسن الذي وضع ابناء حضر موت امام وضع المحافظة الراهن والتي قال انها على مفترق طرق فاما ان نحافظ على الامن وما تحقق من نظام ومكاسب او نرتاهن لبعض الشعارات غير الموضوعية التي تقف خلفها اعمال مبطنة تهدف الى الاضرار بالمحافظة اشارة لا تخطئها العين الى التحركات التي يقوم بها المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في محافظة حضر موت فقد عقد المحافظ احدث لقاء له مع ممثلين عن هذا المجلس الذين يمارسون ضغوطا من اجل اعلان الادارة الذاتية وسط مؤشرات على المرونة التي يتحرك بها هؤلاء في ساحل محافظة حضر موت حيث يطغى النفوذ الامني والعسكري للامارات منذ اربعة اعوام يأتي ذلك فيما يرى مراقبون بان الاجراءات المعلنة من جانب المحافظ ضد المحتجين قد تحقق جزءا من اهداف المجلس الانتقالي المتحمس لضم كبرى محافظة البلاد الى ما يسميه الادارة الذاتية للجنوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر